مهامات الأسبوع سأقوم بفائدتها و سأكرر هذا المرة الثانية المهم هذه المهمات الأسبوعية كما تشاهدوها شغط بسيطة و هاي لكن كل شي تفيدكم هذه المهمات يا صغائي أول شي سأتكبر المرآب تبعكم اللي ما يعرف المرآب اللي يكون قدام البيت و نحط فيه دراجات هذا رح يفيد لما ينكمل المهمات هسا لو شوفون المرآب كل ما مطورين مرآبهم رح يشوفون شكله صغير لكن الآن اطورتها بها المهامات و شوفوا شو صار شكله حتى اقدر اني اضيف بها دراجات اكثر فهي الفائدة الثانية يا اصدقائي تقدرون من عندها تجمعون الجواهر على مده تجمعون الجواهر للتحديثات القادمة مثل بيت و حزم اشياء جديدة تصرفوا جواهر تحصون على اشياء فهي هاي فائدة الجواهر و من عندها رح تقدرون تحصون على بطارية تقدرون تسوون بها دمج لحيواناتكم يا اصدقائي فالما يعرف شون يدمج حيواني انا رح اخليكم فيديو دمجت في حيوان اليونيكورن تبعي صار كلش نتيجة حلوة و شارحت لكم عنها ايضا فهذا يا اصدقائي شوفوا اليونيكورن شلون تغير هذا بالدمج و من هاي بطارية يا اصدقائي شوفوا شقد حلو فهي هاي فوائد اللي اسمها المهامات الاسبوعية شوفوا شلون حلو خليوني امشي علم شوفون كيف يطلع من ورا شوفوا يتغير حتى يعني كان هو بس لون اقصد رونبو لكن هسه تغير صار يطلع من عنده نجوم و هذي الاشياء تنحط على الدونات و غيره خليوني اشوف يا اصدقائي كمها مهمة بقتلي على مدى اني اطور المرآب للمستوى الرابع اوكي باقي لي بس عشر مهامات اللي هو هذا الاسبوع بس اكمله رح اقدر اطور مرآبي للليفل الرابع واو يا اصدقائي لما تكملون هذي المهمات كلها هي هاي العشرة و يطور مرآبكم للليفل الرابع رح ينفتحتكم هذا الاستيكر فايب يا اصدقائي لانه لتطوير المرآب هذا و ايضا هذا نفس الشيء ينفتح لما نظل نطور بالمرآب شوي شوي فالمهمات الاسبوعية يعني كلش مهمة يا اصدقائي طبعا هذا الاسبوع تكرره و يا اصدقائي نفس الاشياء اللي هم يطلبوه دائما فرح احجيب يعني اشرحها بشكل شريع يا اصدقائي تعرفوها اول مهاما نسبق شعرنا ثلاث الوان مختلفة فايب يا اصدقائي بتحصون عليها على جوهرتين ثاني واحدة نلعب لعبة السيارات او العصفور هذاكا ثمان مرات يا اصدقائي شرحت لكم كيف يعني تلعبوها اوكي فايب يا اصدقائي هنا تلعب لعبة تعدل حيوانا تصناعش مرة و كلها صح اوكي ايضا عندنا لعبة تلكريزرن نلعبها اربع مرات فقط اوكي اينا يا اصدقائي تعمل سيلفي وتعدلها قبل لا تنشرها باليوني اوكي اينا تسوي صورتين وتنشرها باليوني اوكي اصدقائي اينا يا اصدقائي تلعب ثلاث مرحلات من لعبة عد الحيوانات و هي حيوانك الاليف مثل سأنا عندي هذا اليوني كون و اروح لعب عد الحيوانات ثلاث مرات رح تنحسب وتحصون علي بطارية اوكي اينا يا اصدقائي تكمل لعبة تجمع الفواكه خمس مرات و رح تحصون علي جوهرتين اينا يا اصدقائي تلعبون عد الحيوانات او كريزرن ثمان مرات اخر مهمة و يانا شوف شو ساعة كملنا اوكي اتحصى اعطى التالاف كونز من اي لعبة تطي كونز في بي كيك زي تعرفون الالعاب و قلت لكم هواي عنها من يوم نزلت اقصده صار المرقاب و انا لحدها سأشرح عنها فاكيد تعرفون هالالاشياء و لما يا اصدقائي اطور المرقاب بالليفر الرابع اول شي رح اعمل سيلفي علي من تشوفون شكله و انشركوا يابن المنتدى بعدها رح ارزل فيديو اني لعبة اطورة اني اوكي اصدقائي فيابيا اترقبوا هذا الشي انا احكم المهمات ان شاء الله فيابيا اصدقائي فحطوا لعائك و اشتركوا بالقناة و ان شاء الله يكونوا اعجابكم الفيديو فعلا الجرس و بس باي باي احبكم شكرا